نروح لفقرة متعلقة بأصحاب المعاشات اللي بيترقبوا في الوقت الحالي موعد صرف معاشات شهر يوليو عشرين تلاتة وعشرين ده بعد توجيهات سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد صرف معاشات يوليو عشرين تلاتة وعشرين قبل عيد الأضحى كل سنة طبعاً وحضراتكم بألف خير يعني كل سنة أنت طيبة يا جميلة وكل سنة وكل يعني أصحاب المعاشات وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير يا رب لكن خلونا نعرف بقى تفاصيل أكتر عن تبكير المعاشات وإزاي هيتم الصرف والأيام الخاصة بالصرف هل هيكون يعني وفقاً لشرائح معاشات معينة ولا كل الشرائح هيتم في يعني يوم واحد من خلال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صباح الخير يا ساتلو صباح الخير على حظتك وعلى الأستاذة جمالة وعلى أمورك الكريم كل كلام طبعاً بحضرتك كثيراً بحاجة بصحة وسلامة يا رب يعني سيادة اللواء عوزين نعرف إمتى هيتم بدء صرف المعاشات الخاصة بشهر يوليو هو طبعاً صدرت التوجيهات الإعاسية بتبكير صرف معاشة يوليو مفقود إنه نحن بنصرف المعاشة يوم واحد في الشهر صحيح فيوم واحد جاي في نصف أجازة العيد كل سنة وحضراتكم طيبين وطبعاً البنوك مش شغالة في التوليد ده وفيه إجراءات تقنية في عملية صرف المعاشات وعشان تحويل الأموال وإمدارة مكينة صرف الآلي فأصابر التعليمات سيادة وفلفتها إنسانية كريمة نذكروا عليها وقرار كان منتظر أصحاب المعاشات نحن رضيين يعني مطلبتهم يعني ما تسجونهش لبعد العيد حضرنا كعالك العيد بعد كل سنة ونتصير صحيح وليه احتياجاته فاط واحتياجات نعم فأطلع القرار يعني في لفتة إنسانية جميلة يعني بتبكير صرف معاشة سبعة اشتغلنا على الفور أول ما بطلع التوجهات إن شاء الله يعني اعتباراً من يوم الحد 25 ستة هذيبقى المعاشات متاحة على جميع مكينات الصرف الآلي لا لكل الفئات يا فندم لكل الشراح لكل الشراح نعم احنا عندنا اللي بيصرف معاشات اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم عددهم دلوقتي حوالي 11 مليون مواطن نعم تكلفة شهر ستة في المعاشات حوالي 29 مليار مليون فده إن شاء الله هيبقى متاح صرفه اعتباراً من يوم الحد وما يديه من ايام فإن احنا خرجنا بره دايرة المنافذ الصرف وعملنا عملية الشمول المالي لأصحاب المعسات وأصبح 11 مليون معاهم كروت اي تي ام لا ميزة من خلال يعني مكينة الصرف الآلي أي وقت طيب ميزة أو غيرها فبالتالي يقدر يسحب المعاش بتاعه في أي وقت كمان فيه إمكانية إن احنا نحول المعاش على المحافظة الإلكترونية طيب برضو إحنا يعني هيجي حد حلو قوي إن احنا صرفنا المعاش بدري لكن بيبقى فيه برضو بيشغل بالنا فكرة إنه طيب هل تبكير موعد صرف المعاشات هيأثر على صرف معاش أغسطس يعني هل في أغسطس هيتدي كمان صرف المعاشات في يوم واحد في الشهر ولا إلا هيحسري فانت إن شاء الله يعني لما ييجي شهر أغسطس معاد صرف المعاش هيبقى واحد تماما نقول للعملية إن جلنا أجازة بتاع العيد الأضحى يعني يعتبر النهاردة أجازة العيد إن شاء الله من يوم الثلاث اللي جاي اللي هو سبعة وعشرين ستة وتنتهي يوم تلاتة يولي فجمعات صرف المعاش في نصر الأجازة بالضفر اللي معتاد في التأمينات واللي حصل على مدار التاريخ قبل كده إن كان يؤجل صرف المعاش ويتصرف عقب انتهاء الأجازة فكنا هنبدأ نصرف المعاشات يوم أربعة أو يوم خمسة سبعة فطبعا تدخل في خمسة رئيس وقال لا أخلي الناس تدخل العيد ومعاها ما يكفي احتياجاتها يعني فبكرنا صرف المعاش بناء على توجهات سياسية طيب شايفي زي سيادة اللي هو الاهتمام غير المسبوخ من القيادة السياسية تحديدا بملف زي ملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التأثير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية كل احتياجاتهم يعني خلينا أقول يعني شهادة لرجل متخصص في هذا المجال أنا خبرتي كلها وعمري كله قبيته في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات ما حصلش في تاريخ التأمينات هذا الاستمام من القيادة السياسية بهذا الملف اعتبارا من 2014 ملف التأمينات وجد عناية وأهمية كبيرة جدا بفكر وعقل وقلب السيد الرئيس الجمهورية بداية من رفع الحد الأدنى للمعاش هنا كانت المعاشات فإن كانت قيامها متدنية مزهيدة جدا ومتدنية يعني 2013 بنتكلم في حد أدنى للمعاش كان حوالي 300 جنيه صحيح قرارات اللي خدها السياسة رفع الحد الأدنى لربعمية وخمتين ثم لخونسمية ثم لسبعمية وخمتين ثم لتوصعمية النهاردة احنا بنتكلم في حد أدنى للمعاش 150 جنيه اجمال المعاشات اللي كنا بنصرفها سنة 2013 كانت في حضور 87 مليار جنيه علشان نعرف بس الفرق بين 2013 وبين المهاردة المعاشات دخلت حوالي 360 مليار جنيه صحيح من كبير طبعا القرار التاريخي لسياسته بفضل التشابكات المالية بين القزانة وبين التأمينات والنزام القزانة برد أموال التأمينات والقضية الكبيرة اللي كانت موجودة في مصر هذا الملف ما كانش فيه واحد بيجرؤ ان يقرب منه بس مجرد الاضطراب من هذا الملف لأن ملف حساس جدا بيمس انا بقول لحضرتك 11 مليون مواطن يعني لو كل واحد عنده أسرة فيها أربع أسراب بتكلم على نص الشعب المطري مسؤولية كبيرة المساس بيجرد قد يصيب أو يضر بالضبط والقرارات اللي اتخذت كلها من أولها لأخيرها في صالح أصحاب المعاشات عملية القانون المعاشات وتلهيره ودرج كل قطاعات المجتمع في قانون واحد تتحسب بنفس الاشتراكات ونفس المزايا كل دي أحلام للي كانش قد في المجال ده ويقول مين هيقدر يعمل كده طيب سيادة اللواء يعني وإحنا بنتكلم وبنسترد للسادة المشاهدين ممكن موعد تبكير صرف المعاشات قبل العيد وإحنا بنتكلم كمان عن كل المزايا والخدمات اللي قدمت لأصحاب المعاشات برضو يهمنا ان احنا نعرف من حضرتك وانا عارفة ان حضرتك دائما بتكون مهتم بقياس مدى رضاء أصحاب المعاشات عايزة عارف من حضرتك ردود الأفعال ايه الحقيقة يعني القرار بتاعت تبكير صرف المعاشات يعني من خلال المتصال بأصحاب المعاشات وإحنا عندنا قنواتنا معاهم هذا القرار لاقى القبول والرضا والسعادة لأصحاب المعاشات فعلا يعني أدخل البهجة على أصحاب المعاشات حضرتك يعني احنا كلنا يعني آخر الشهرة بيبقى شكلنا عامل ازاي طبعا وخاصة بقى لو دخلين على مناسبة كمان طبعا طبعا خاصة ان داخل مناسبة ومناسبة كريمة والناس بيبقى لها متطلبات يعني صحيح واللي هم اعتادوا علي أصحاب المعاشات على مدار العمر في المواقف المشابهة ان يتم الصرف عقب العيد نعم فيعني كان قرار الحقيقة يتسم بالإنسانية لأقصى حد يعني نعم يعني في الحقيقة احنا بنشكر حضرتك سيادة اللواء على هذا المجهود الكبير اللي بتقوموا بيه في التأمينات تحديدا لتلبية كل احتياجات ومتطلبات أصحاب المعاشات سيادة اللواء جمال عوغ رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شكرا على حقيقة يا فندم على وجودك معنا وكل سنة وحضرتك طيب والف خير يا رب